مشروع قانون المالية 2021 يكشف على اعتماد الحكومة 40 دولار كسعر مرجعي لبرميل البترول ما يمثل زيادة على ما تم اعتماده السنة الماضية والذي حدد بـ 35 دولار للبرميل ما يطرح تساؤلات عن كيفية تسيير الميزانية في ظل استمرار تدبد بأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا السعر هذا اللي ناخده عند الاعتبار اللي هو السعر المرجعي يجب أن ناخد عدة اعتبارات خلال تحديد هذا السعر المرجعي هي عادة السعر المرجعي يكون بينه وبين السعر الحالي أثناء تحضير القارة المالية يكون هامش يعني معتبر احنا كنا نشوف بأنه لما يكون سعر البترول في الـ 50 دولار ناخد سعر المرجعي 35 إلى 30 دولار للبرميل اليوم نشوف السعر تلك البرميل راح في حدوث 42 إلى 43 دولار للبرميل استمرار تأكل احتياطي الصرف الذي وصل إلى حد الـ 44 مليار دولار يقابله انخفاض مداخل البترول ما يصعب على حكومة جرات ضبط الموازنة لتفادي سيناريوهات كارثية هذه مخاطرة من الحكومة لأنه لديه احتمال كبير جدا أنه ممكن يكون هناك انخفاض آخر في أسعار البترول نحن نعلم بأنه اليوم الأزمة الصحية مازال لم تنفرج نهائيا وبالتالي الأزمة قصية مازال مازال الأسواق العالمية ربما مستقرة وممكن في احتمال الخفاض وبالتالي نوقع في أزمة بالنسبة للخزين العمومية بالنسبة لمداخل تعالجزائر بالعملة الصعبة وبالجباية البترولية اقتصاد الجزائر المبني على ريع البترول يعيش أسوأ حالاته ومع استمرار شح المداخل لتوجب الإسراع في تنويع الصادرات وخلق الاستثمارات المنتجة لتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية